أسود الأطلس الأولمبيين يزأرون في نيس ويتأهلون إلى ربع نهائي الأولمبيادي في أمسية كروية ساحرة على أرضية ملعب أليانز ريفيرا بمدينة نيس الفرنسية قدم المنتخب الأولمبي المغربي عرضا كرويا رائعا متوجا إياه بفوز كاسح على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة ليضرب بقوة ويتأهل إلى دور الستة عشر في منافسات كرة القدم بأولمبيادي باريس الفان واربعة وعشرون وافتتح حفل الأهداف النجم الصاعد أمير ريشاريدسون في الدقيقة ثمانية عشر مستثمرا عرضية متقنة من الظهير الطائر أشرف حكيمي ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى أضاف سفيان رحيمي ابن مدينة الدار البيضاء الهدف الثاني في الدقيقة ثمانية وعشرون قبل أن يختم عبدالصمد الزلزولي المهرجان التهديفية بلمسة فنية رائعة في الدقيقة ستة وثلاثون وسيطر رفاق حكيمي على مجريات اللقاء بأكمله في صورة عكست الوجه المشرق لكرة القدم المغربية حيث تجاوزت نسبة استحواذهم على الكرة حاجز السبعون في المائة تاركين لمنافسهم العراقيين فتات المحاولات التي تحطمت على صخرة الدفاع المغربي الصلبي وبهذا الانتصار المستحقي يكون أشبال الناخب الوطني طارق السكتيوي قد توجه مشوارهم في دور المجموعات بصدارة مستحقة برصيد ستة نقاط متفوقين على المنتخب الأرجنتيني الذي حل ثانيا فيما تذيلت أوكرانيا والعراق الترتيب منصفة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما وكان مشوار الأسود الأولمبية في هذه البطولة كان حافلا بالإثارة حيث استهلوه بفوز ثمين على الأرجنتين بنتيجة 2 إلى 1 قبل أن يتعثر أمام أوكرانيا بالنتيجة ذاتها في مباراة دراماتيكية شهدت هدفا قاتلا ومع هذا التأهل المثير تتطلع الجماهير المغربية بشغف إلى المرحلة القادمة من البطولة حيث سيسعى أبطال المغرب لمواصلة رحلة الحلم الأولمبي والسير على خطى الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الأول في مونديال قطر 2022